عايزكم تقربوا علي كده بسم الله الرحمن الرحيم رغيف حد كان بقولي في الكنترول نشبه رغيف يمني اسمه التميس فعلا فيه المخابس برضو اليمنية اللي بتعمل او المطاعم اللي هي زي بيعملوا الاكل المندي وكده ساعات كان فيه صحابي يجيبوا منهم العيش العيش ده خبزي وزيتي اهو بابا لسه عصر الزيتون ويعني دي تقوص عندنا عائلية جدا 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 اه ونقدرش نروح فلسطين دايما فهو زارع بالاردن زيتون يعني بعد ما اشتغل سنين سي اي او مدير شركات عالمية رجع للارض بعد ما تقاعد والزارع ويروح ساعاته ببقى ساعات عيان حبيبي ربنا يدي الصحة بترجع له صحته بتعب عصر الزيتون وبالمزرعة دايما بالمعصرة سوري يبعت لنا اول عصرة كده بحطوها في كباية وبيشربوها بيشربوا بق كده منها وبحتة عيش لا العيش ما حصلش يا جماعة لازم لازم تجربوه انا عملت هنا ثبت فيه عيش وزيت الزيتون البكري اول عصرة لزي ده تبقى فيه سنة بقى حاد شوية تقيل شوية يعني للناس اللي واخد على زيت الزيتون ديه طعم قوي كده